موسيقى مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج المراية ان شاء الله نهاردة هيكون عنوان حلقتنا نصف حياة والحقيقة نقصد بكلمة نصف حياة ان فيه ناس كتير بتعيش حياتها بتعيش حياة هي مش حباها بتعمل تصرفات هي مش راضية عنها وبتتصرف من غير حرية من غير ما بتكون حسة اللي بتتصرفه او اللي بتعبيره ده مش بتكون حسية بيبقى كل اللي همها انها ترضي اللي حواليها مش عايزة تزعل حد مش عايزة تزعل اي فرد من افراد الاسرة او اصحابها او جيرانها مش عايزة تزعل حد فاللي بيحصل ان هم كلهم بيشتكوا ويقولوا ان هي مقصرة معاهم فهي في النهاية لا بتعرف توصل ان هي راضية حد ولا بترضي نفسها بانها بتعيش حياة كويسة وبتعيش نصف حياة وزمان قالوا ان رضا الناس غاية لا تدرك فاحنا ان شاء الله هستنى قرأكم واستفساراتكم وهنشوف هنعمل ايه في الموضوع ده وهستنى كل مكلمتكم وهستنى برضو مكلمتكم الخاصة بالمسابقة لو حد عايز يبعث لي الإجابات وحظ سعيد للجميع ان شاء الله والهدايا تكون قيمة جدا مقدمة باكاديميات دولية للتطوير الزاد وان شاء الله دلوقتي هنرحب بالدكتورة جيان حسين لاستشاري نفسي وقسري ومؤسس ومدير عام الأكاديميات الدولية للتطوير الزاد اهلا بحضيك بيكتورة برا حضرتك ايه الحمد لله احنا عايزين نعرف يعني ايه نصف حياة بس يا حضرتك نصف حياة دي انا بعيش حياتي كلها مش عايز مش بعمل اللي انا اعيزاه خالص لا بدخل كلنا اللي انا اعيزاه ولا بتجاوز الشخص اللي انا اعيزاه ولا بشتغل للشغل اللي انا اعيزاه وبفضل تعبانة طول حياتي وظاهريا عايشة لكن أنا الحقيقة ميتة الحقيقة ميتة وده الحقيقة بيكون له أسباب كتيرة جدا جدا بس المحور الرئيسي فيها إن الشخص ده بيكون ضعيف في إنه يقول اللي هو عايزه إنه هو يطلب اللي هو عايزه إنه هو يعبر عن اللي هو عايزه مشكلة النوع ده من الناس إنه ممكن يدخل في النفاق وهو لا يشار يدخل في النفاق فعلا النفاق الحقيقي لإنه حتى بينافق أهل الدين وأهل الفسق وأهل الفجور يدخل في النفاق إزاي يا دكتوري بس حضرتك إحنا لما تكلمنا مثلا يعني عن النفاق في المعاملات قبل كده وإن حديث النبي إذا حدث كذب وإذا خاصة مفجر وإذا أتوا من أخان وإذا عاهد غدر هتلاقي إن ده النفاق إيه ده النفاق المعاملات طب نفاق الدين اللي هو إيه اللي هو إن أنا بظهر غير ما أبطن أنا أبطن الكفر وأظهر الإيمان صحيح؟ طيب يبقى أنا النهار دا لو عيشت حياتي أظهر غير ما أبطن دخلت في النفاق بسي هو يعني خلينا أقولك إن أنا مش هزهر عكس ما أبطن بس يعني مثلا واحدة عايزة ترضي أولادها وزوجها وولدتها وأهل جزها يعني هي عايزة تعمل كل ده بتيجي على نفسها شوية هي مش بتظهر عكس ما بتبطن لا بس جاية على نفسها دي كده تبقى منفقة لا هقول لحضرتك خلينا نقول إن أنا حضرتك عندي ميزان وهجيب فيه ميكال أكل بيه كل أعمادي تمام بس الميكال دا الميكال اللي عند البيع بقى هو أنا ما عنديش غير ثلاث مكايل أول واحد ميكالي هو ربنا سبحانه وتعالى وتاني حاجة هي نفسي وتالت حاجة هي غيري وغيري دا يشمل كل حاجة غيري كل إنسان غيري مهما كانت دركته وما كانت أمي أبوي أجوزي أعيالي جيران الناس في الشارع دا غيري تمام طيب هل النهاردة لما أنا حطيت رقم واحد ربنا ورقم اتنين نفسي رقم تلاتة الغير الغير عندي حاجة اسمها عجلة الحياة وعندي حاجة اسمها أركان الحياة دي كلها وانا عندي الحاجات دي كلها يعني أفضلهم بالنسبة لي أنا طبعا أتقال فيه الموضوع دا كلام كتير بس أحسنهم بالنسبة لي أنهم سبع أركان سبع أركان مش هتخرج حدث في حياتك إلا ما تلازم ترميه في السبع يعني لو جيت تقولتي هحط الحتة دي فين لازم هتلاقيه في رقم السبع هي بقى السبع السبع دا أول حاجة الروحاني وهقولك حتة مهمة فيه الرقم الروحاني وبعد كده بقى أدخلي عندك في الصحي والشخصي والعائلي والاجتماعي والمهني والمالي أدي كده سبع في حاجة برر ليلة دي ما تش هتلاقي طب كويس أنا دايما نقول وحتى أنا برسمها عندي في المحاضرات بتاعتي إن الرقم الروحاني كأنه هو اللي ماسك السنتر بتاع الستة التانية لأن أنا الدين زبط لي حياتي كلها أكيد أكيد حلو فأنا النهار دا لو جيت أقول إن أنا الروحاني دا عبادات بس وتسامح وقلبي وصفاء وكذا ماشي بس فين بقيت حياتي طيب نيجي نقول إن حطي الروحاني مع إيه حطي الروحاني مع صحتك هتلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم كلمك في الطعام والشرب وإن أنت تكلي على قدك وإن أنت تسيب جزء النفسك وكذا وكذا صح طيب حطيه مع شخصيتك هتلاقي إن أنت لازم تطوري من نفسك وتتعملي وكذا وكذا حطيه مع العمل المهني أصدك إن الدين هو الأساسي هيزبط لكل السبب إن أنا أرجع عملي لله أصدق حضرتك كنا إن أي عمل أعمل وأرجعه للنا أيوة لأن أنا ديني أصلا لو مظبوط هيزبط الستة أوتوماتيك أيوة أكيد دا لو ديني مظبوط طيب لو أنا بقى فصلة الدين عن الستة على إن الدين دا ركني هي بدات وطعت وخلاص وكذا أنا بقيت متدينة وبعدين الباقي دا هنسيت في ربنا عشان أنا كده برديني دلوقتي لا طبعا لازم يبع عندي خلل ولا يمكن لا يمكن الستة هيتزم لأننا نهارد بداية رجوع لله بداية حياتنا رجوع لله فأنا النهارد لما هاجي أقول إن أنا عندي الركن العائلي فأنا علاقتي فزدة بعائلتي لأي سبب من الأسباب عندي مشاكل عندي أخ ظالم واكل حقي مش عارب إيه إيه الكلام دا كل لو أنا برجع الأمر لله وإن أنا إيه هو الضوابط اللي المفروض مطلوبة فيها بصلة الرحم مش هيحصل عندي المشكلة دي آه هزعل وهتعب إن دا ظلمني أو واكل حقي في المراس أو كذا أو كذا لكن أنا هكون متساوية في حتة نفسية عالية جدا إن هعرف هتعامل مع هذا الشخص إزاي وهعرف هسلم أمري لله كامل بس بنفس راضية في نفس راضية طيب جميل جدا لو أنا جيت مثلا يعني في الشغل مش واخدى حقي قوي وبأبض مرتب زي كتير جدا منتشر في الحكومة بيأبض يقولك دا أنا بأبض ملالين ما لكفنيش ففي المقابل أنا هسرقهم وهمشي في مواعيد عمل بدري هروح همضي وهمشي هأخد رشوة من العين بيحاول يأخد حقه اللي هو فاكره إنه حقه بطريقة تاني ليه؟ علشان هو طلع الروحان إمار الموضوع ومعينه بيصلي يعني ساعة ما الأزان يأذن يجيب المصلية وتوضى ويصلي ما حدش ربنا قدامه هو بيتصلي ربنا ما حدوش في المعملات دي طيب لكن أنا بقوله أنت حضرتك هنا رديت مثلا يعني بمرتب ألف جنيه ما يكفيكش غدا يوم مثلا ما كنتش توقف صح وفت يبقى تدي العمل حقه كامل كامل ولا ينقصه شيء لأن لازم وهنا بقى نيجي برضو للروحاني الروحاني يذنبي قال له إيه؟ إن الله يحب ما أنا عاملة منكم عمل أن يتقن طيب صح كده طيب لو جينا قلنا المالي أنا فائر أنا غني أنا ملياردير أنا مش لا أكل أي حاجة مندي لأ برضا أنا الدين زبط لي المال بإن أنا مصرفش ولا بخالش صح؟ صح في حاجة عندي بره الدين ما ألهاش لا طبعا ما فيش حاجة دين ما ألهاش طيب لما نيجي أنا بقى لما يبقى عندي نصف حية بيحصل إيه؟ بيحصل أن أنا عندي ركن واقع من الأركان دي كلها عندي فيه خلل تعبني جدا نفسيا زي إيه؟ زي أي ركن من الستة يعني أنا مثلا خلينا في المثل بتاع الزوجة لأي بتحاول تردي الجميع وفي الآخر محدش راضي عنه ده ممكن يكون الخلل فيه هقولك إحنا بقى هنرجع للميزان والمكاير تمام أنا النهاردة اتحطيت في موقف إن مامتي عايزيني تمام هروح لها وزوجي قال لي لأ تمام هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ الناس بقى مع الستات هتقول لي هروح بقى لا بقى مع الستات والرجالة لا بتهيقلي يعني أمي أمي شفتي بقى؟ هنا على طول لس بردة زوجي يعني هحسبها كده لا 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 أنا بقول زوجي قال لأ ما تليفهليش أنا بقول زوجي قال لأ هتردي زوجي وهروح لأمي مرضيش هتر على حسب بقى المرواحة وحسب أهمية ما ليش دعوة بحسب هو مرضيش خليني معاك بالسنة الستات هي أمي مثلا تعبانة ولا أنا راح أزيارة ومشي يعني ربنا يبركلك في أمك وديها صحة يا رب وكل حاجة أمات المسلمين بس أنا أفترض أنها تعبانة جدا طب لو أم تعبانة جدا طب أنت شايفة إيه ما تقوليش شايفة إيه أنا هنا بس قالت سؤال زوجي قال لأ يعني لو هي تعبانة جدا ومحتاجاني لأ أتبقى أمي ناسا هنا راجعي أنت بقى إيمانياتك ما تزعلش مني طيب طيب ليه لأن أنا ربنا أحطي لي ضابط للمرأة اللو الموضوع ده مع كوس أمه هو اللي تعبانة وممراته بتقول له ما تروحش لقي يغتغبط دماغها في الحيط بصراحة عشان نكون وضع مطحين لأن الرجل ليس مطالب باستئذان الزوجة أصلا في الخروج من البيت لكن أنت في لعنات ملعونا إذا خرجتي من البيت بغير إذن زوجك طيب أسألك سؤال لو أنت بقى راح تبري أمك وزوجك غير راضي هتاخد اللعنات ولا الحسنات لا غير راضي لا أنا مش هاخد الجوهة مش راضي عشان لا أكلمك أنت لا مش إنس الستات عموما أخد اللعنات اللعنات أخد اللعنات أكيد رغم أننا راح أعلى حاجة كويسة آه تمام تطلع عمرة وحيج بغير إذن زوجك عمرة وحيج لا أمعيك لا تمام حلو كده إحنا كده وصلنا أنا مش بقى الستات الحمد لله طيب إحنا كده وصلنا أي إننا رقم واحد جبت المكيل بتاع ربنا سبحانه وتعالى أي وحطيته في الكيل ده قدام العمل ده فشفت ربنا سبحانه وتعالى أمر بإيه حلال لو هو حلال إنك تروحي لأمك من حقيك تروحي من حقيك ما تروحيش نفسك مش عايزة تروح تروحيش هنا نفسك تدخل نمرة 2 أنا انشلت المكيل ده خلاص إن ربنا أباحلي هاشيلي المكيل ده بقى أحط بتاع نفسي ربنا أبحلي إن أنا أيكل كل الطعام خلاص نفسه أكل منجأ أكل موز أكل اللي أنا عايزي طيب يبقى أنا هاكل اللي أنا عايزي طيب ربنا قالي لأ حرام مش هحطك يميكال نفسي مش هفكر فيها يميكال التاني ده ما يتحطش مش هفكر بين الحاجتين دخلنا بقى على فكرة ان الناس كلها عايزة حاجة خلاص انا كده عرفت الميزان بني وبين نفسي يعني من ربنا وبين نفسي ده لحد الوقت ممكن يتضبط شويتين ده لو انا عايزة رد ربنا يعني لكن نيجي عند الناس او الاخرين الاخرين ده حطي بقى تحتهم مليون خط اللي هم مين ممكن يكون حد غالي قوي لدرجة امرك بمعصية وتسمعي صح درجة جوزك يلعي الحجاب وتتحججي يعني انك تقنعي نفسك انه ما هنعل مفروض اطيع زوجي واتدوري لها بقى على حل صح حراء لا مش صح مش هيحصل ايوة ممكن بيحصل هل هي هنا تبقى دي حياة لا طبعا ضايق الانسان اتخلق نفس روح يعني وجسد وعقل هل ينفع اغذي حاجة وسيب التانية يعني احنا بناكل ونشرب عشان نقدر نعيش نقدر نتحرك نقدر نقص صح صحيح طيب وعقلي بغذيه بالعلم والقراءة والثقافة والحاجات دي كلها طب روحي فين الناس فاكرة روحي بان انا بغذيها بالصلاة لا بالتعاملات لا هي ليست روحي دي بغذيها بالروحانيات كلها اللي هي التسامح العطاء كل التعاملات ايه صح صحيح احبني على اني لازم احب راجل فاعيش حبي محرم وخلص وهبتدي اقول لي نفسي ايه انا كده لا محطهاش في الميزان اساسا وغلط محطهش في الميزان طيب افجر بقى حتة صغيرة الطلاق الصامت الناس بقى المتطلقة المتجوزة وعايشة كانا متطلقة تجي تقول انت متجوزة تبقى مش عارف تقولك ايه اه عايشين كده بس صح اه صح مش عارف تقولك الحقيقة والله انا يعني تقدر تقولي كده نص نص هي دي نص نص اه اه دي صح الخرس الزوجي الخرس الزوجي تبقى يقولي كده ايوة لا الخرس الزوجي ده جمان دي مرحلة من المراحل طلاق الصامت ده في ناس فيه لي كزا صورة اي الخرس الزوجي يبدأ من يبدأوا مش طاقين يكلموا بعض لكن الطلاق الصامت انهم خلاص مقررين بس هما مثلا مثلا يعني ما فيش امكانات مادية انهم يسيبوا بتصرع عشاقة فيقررهم عايشين عشان بس يبقى قدام الناس متجاوزين او عشان ولاد او عشان مظهر ان اولادهم متجاوزين او كذا او كذا احنا متجاوزين لكن في الحقيقة في طلاق اه في طلاق وفي انفصال كامل وفي كل واحد في غرفة وفي كل حاجة طب ده بقى مش نص حياة ده ربع حياة ولا ربع حياة صح اي مش حياة اصلا مش حياة اصلا صحيح والحاجة بقى الاصعب دلوقتي اللي بقى قوي يعني متطلقين رسمي بس في شقة واحد رسمي هو ده ينفع ما هو ما ينفعش بس بيبقى لهم بقى ايه مئة الف حجة ان انا ما عنديش مكان تاني يروحوا او بيتخنقوا على المدديات مش عايز تديها وهي مش عايز تاخدوا مش عارف ايه او بيتخنوا يعني ممكن يكون واحدة معاها فلوس مسلا بس مش هان عليها تسيب له الشقة او كنت بلس اقول لك عشان الشقة مش عايز تانيش عشان الشقة مثلا ام والرادة ربنا دي مش في دماغ ام وفي نفس الوقت تبقى عايشة واللي بقى متجاوزة تبقى عايشة وبتعرف راجل تاني عادي بلاش واحدة متطلقة خالص او ارملة ودي برضو من الحالات انها شوفتها ولادها رجالة كبار كده فما تقدرش تقول لهم انا عايز اتجاوز ام علشان هيقولوا عليها مش كويسة وازاي سن كبير وعايزة والكلام ده كله تتجاوز وقصص دي فبيحصل ايه يا اما بتعمل علاقة محرمة وترفض الزواج تماما وتبقى قدام ولادها بقى يعيني هي دي بقى خش الجنة عشان ربت الايتام بعد ما الراجل مات اه الموضوع بقى يجنان رسمية طب دي حياة لا طبعا فهمتيني نا طبعا او ده هي تتجاوز في السر ونفس الكلام وتضطر بقى تروح في الخباسة وتعيش شبهة انها كأنها في علاقة محرمة وهي أصدر في الحالات ايب ايب خدي بقى من عندك عندك صور من دي كتير جدا كذا مثل كده طب حقيقي قلتيني نصف الحياة كتير جدا مثال كتير اه جدا عشان كده قلتيني في منهم منافق مش عايزة اقولك يعني يا كاد يكون كلهم مش عايزة اقولي يا كاد يكون كلهم مش عشان حاجة عشان هو ضعيف في انه يقول حقيقة الجواه عشان كده نتعلم نقول لا نتعلم نقول لا ده اول حل بس ازاي ان انا لازم ارفض اجي اقولك الناس اللي عيشة في بيته اتطلقوا ايوة انا بقولي اتطلقوا دول لازم يتطلقوا لانت مع الطلاق في حالة استحالة العيشة اصلي ده مش زوائك بصي انا لو ادركت ان انا زوجين دول والله العظيم لو واحد منهم مد الوقتي حالا ونزل للخبر هيسأل عن التاني تبقى مصيبة لو انا مش مديني حق وهو مش مديني حق ايه صح مصيبة كبيرة جدا بتبقى مثلا عايشة ولسه ما اطلقوش رسمي وهو يصرف عليها مثلا وراجل اخلاق وكذا 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 وهي بتشتنفيف داره يا جماعة ما ينفعش اصلا ما ينفعش نهاية صحيح ما هو ده مش نفق طبعا نفق يعني اكيد يعني اكيد هتقابله عادي بتتكلم عادي عشان تمشي الحلقة وعشان يديها القرشي ولو بتشتنفيف وش ما فرض انفوق لا ده بتشتنفيف وش دي اللي تأدب دي اللي تأدب دي وقاحة دي أوحش دي وقاحة صحيح موقات فيه زواجات كده بيتصرف عليهم بتشتنفيف وش طيما دي واقحة طبعا دي واقحة يعني بفهمة فالعايزة وصالهولك احنا هنا بنتكلم في نقطة ان انا ما عنديش الجرأة على اني اقول للناس حقيقة له جوايا يعني ان انا مش عايزة الشيء ده بس انا بحاول اظهر للناس صورة تانية خالص طبعا يعني اقول لا دي اتعلمها من الصغر يعني ممكن اعلمها لولادي هم بصغرين ولا ممكن وانا كبيرة كده اتعلم اقول لا طبعا ممكن بصي العلم مالوش سن ولا دين هايا ولا لي اتعلم ازا اقول لا من غير قلة ادب ام يعني هي دي مشكلة ان هي لقا دي هي بيحصل اي بقى انا عندي ميزان فاكرة ما شرحناها دي في اول يمكن حلقة لما اكلمتك في الميزان وقلت لك المرجحة دي اللي احنا بقى وقفيني وصدوانا عندي قلبي عندي عقلي هنا وقلبي هنا او عقلي في قلبي وقلبي في عقل لا دي دي كانت في صدمات دي حاجة تانية لان يا حصدمك ان موظم الناس اللي من هذا النوع بيكونوا النمط العاطفي طيبين قصدك النمط العاطفي دي تصودي بيو انها طيبين او ما قدرش يدعالوا حد ما قدرش كلمة طيبين دي ما حيب بش اقول كلام مش عايزين يدعالوا حد باقولك بوقت يدخلوا في النفاق وهم يعني ظاهريا طيبين شوف ان دي تقولي الطيبين اه ده نمط يعني بيبقى مشكلته النمط العاطفي ده مشكلته مشكلة خطيرة جدا اه ان هو صعب يفرط في اي حاجة مرتبط حتى بالاشياء اه مش بس مرتبط بالاشخاص اه فلو انت هتبهدلين بس مش هتسيبيني اوكي هستحملك مش عايز يخسر الشخص نفسه خالص خالبش يخسر اي حاجة خالص اه القضايا عنده انه العلاقة دي ما تنتهيش اعمل اللي انت عايزة بس ما تنهيهاش تنهيها تبقي عزبتيني تبقي انتي قتلت الحتة دي فاي طيب في المقابل يعمل ايه يحاول يرضي كل الناس فما حد ما بيرضيش حد فبيدخل في النفاق ليه لانه مثلا مش عايز زعالك وانت شخصت القوية وانت بتقولي كذا كذا والصح كذا فيقولك طيب خلاص صح عندك حق لكن هو حقيقة منافق هو لم جريكي ولا موافق عن اللي انت بتقوليه ولا هو في صفك ولا اي حاجة فهم عزيق عيبا لكن هو بينافقت ايه رأيت نطلع فاصل ونرجع تاني طب نطلع فاصل ونرجع تاني مستنينكم انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل مالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دور كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي أسي دي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده هايوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد اختلافك سر تمييزك اكسب وتعلم معنا مع مصابقة برنامج المراية هدايا قيمة للفائزين دورات تدريبية استشارات نفسية وكمان أسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد كل اللي علي جمع اجابات للتلاتين حلاء المعروضة خلال شهر رمضان وبعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.feesbook.com المراية معنا اختلافك سر تمييزك هذه المسابقة برعاية الأكاديمية دولية لتطوير الزاد اهلا بيكم مرة تانية ولسه منورانا الدكتور جهان حسين طب حيك يا دكتوري دلوقتي معنا كده ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه محدش راعي مشاعر حد حلو طيب انا دلوقتي حضرتك مثلا يعني قاعدين لو انتي عايزة افتح تلفزيون كمان حتى لو عايزة اشغل قرآن بس انتي عايزة نامي مثلا اعمل انا ايه بقا اولع بقا وازعيجك واقولك يا شيخ خليكي تقية ده قرآن ده حتى مش اغاني ده قرآن صح اه لا طبعا وهل انا حريتي او ان انا اعمل حاجة ده معناه ان انا ازعج الاخرين لأ هو في حريتي بس احنا ممكن ندور على منطقة وسط ان انا ادخل قوضة اتفرج عليها وانتي ادخلش قوضة تنامي او العكس لكل واحد فينا يتفاهم نصل لمنطقة اني انا اعمل لنا عايزها وانتي اعمل لانتي عايزين او لك نتفق نصل لمنطقة الاتفاق ده لازم ده لازم طيب لو جينا قلنا ان واحدة عايزة تتجاوز وزي ما قلنا اولادها رجالة اولادها اه تمام وفبتضطر احيانا انها تكبت مشاعرها وتعيش مخنوقة وتعبانة عشان ترضي اولادها وانا اسفة في اللفظ كل هدفهم ما ظهروا قدام الناس وانهم ما تبقاش اتجاوزت ويتقال عليها ان هي صبرت بعد ما ابوهم مات او ان واحد منهم بيحب ابوه فغيران ازاي تتجاوز رجل تاني فالمام ارضى نفسه وهي دي هو وهو تجاوز وعاش حياته وممكن يكون بيفكر برضو ان ماما دي هتنفع تبقى هي الخدامة اللي نودي لها العيال وان تعمل لنا كل حاجة عايز نترح كلهم يعني كلهم شايفينها بطريقتهم يعني كل واحد في الاولاد لو واحدة عندها ثلاث اربع اولاد رجالة مثلا وكلهم رفضين زواجها مثلا هتلاقي عندهم اهداف ملهاش دعوة بالدين ولا بالحق لان لو هم رجعوا للحق هلاؤوا ان اللي بتعملوا حق اه ايه صح ولا لا ايه ايه صح لو فيهم واحد منصف وبيوردي الله سبحانه وتعالى هيبتدي هو وهيبتدي يقولك ده حقه اه ممكن يكون جواه مدايق ممكن يكون جواه احساس ان انا بحب والدي ما كنتش هحب حد يحلم حد ممكن كل الاحاسيس احنا بنراعي الاحاسيس لكن احنا هنا بنبتلى في الدنيا دي دي دنيا دي دار ابتلاء دي دار ابتلاء عمر الاحداث ما هتحصل على هوانا مش تحصل على مزاجنا ابدا صح ولا لا عمرها ما هتحصل على هوانا فانتي يا تنجحي يا تسقطي عصدك ان الابتلاء بيجينا في وسط الحاجات كده وشوف هننجح فيه ولا لا ربنا بيبعات حنة كده رسايل زي ما بنقول بسي حضرتك الحياة اصلا ابتلاء وايه معنى الابتلاء اختبار ويعني الاختبار انتي قاعدة حضرتك في لجنة 24 ساعة كل دقيقة بتمر عليك ابتلاء بتقابلي حد كويس ابتلاء بتقابلي حد وحش ابتلاء بتتصدقي ولا لا ابتلاء بتعملي خير ولا لا ابتلاء متقنة عملك ولا لا ابتلاء علاقتك بزوجك ابتلاء كل ده ابتلاءات هي اسمع ابتلاءات بس الفرق في ايه بقى او الناس اللي بتسمي اللي ابتلاء ابتلاء لو بتحس انه عظيم مش قادرة تتحمله فبتحس انه هو ده بس اللي ابتلاء اللي بيجي كبير قوي اللي بيجي كبير ففوق طاقتي ايه فتيجي الواحد حاسس ان امه عايز تتجوز ده يحس ان ابتلاء يحس ان اطاموسه واحدة جوزها مات فجأة وكب تحبه جدا تشعر ان ده ابتلاء تشعر ان ده حاجة عظيمة صح ولا تمام صحيح صح ولا غلط طيب انا النهاردة في كل القصص دي كلها انا بتصرف مع هذا الابتلاء ده ازاي بيرضى ولا بسخط حسب بقى عقتي او حسب ديني او حسب برجع الموضوع لله هيزهر دين هيزهر دين طيب لما اجي اقول لنا هنا بقى امتى تسمع ان اللي نزل علي ده ابتلاء ولا عقاب من ربنا امتى امتى لما تشوفي الرياكشن بتاعك اذا كان رأكشنك نزل عليك صبر هتلاقي ده ابتلاء ونجحتي فيه عدتي فيه بنسبة بس عدتي لكن لو نزل عليك بسخط وزجر وش معنى انا وكذا وليه انا اللي جرالي كده واحد مات واحدة مات لها عادة تطلطم وتسوت وتسرق وتعمل وكذا تبقى ده عطول نزل عقوبة وما اختيش الاجر وسقط فيه وعدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا الصبر عند الصدمة الاولى يعني هي اللحظة الاولى بس ليه لان اللي بعد كده هي زي اللي بتحدد بعد كده يعني بتحدد لا رضي فعلك في ساعتها لان اللي بعد كده انت مجبرة عليه مش هترفض غيره ايوة صحيح امر واقع بقى امر واقع بقى امر واقع فصبرك مش هيبقى اسمه صبر ايو ده هيبقى اسمه اجبار اجبار طب انا دلوقتي عايز اعرف بقى مفهوم الحرية ايه يعني حقيقة دلوقتي ضربتي مثل بالولاد اللي عايزين رفضين مامتهم تتجوز هل ده من حقهم يعني انا برضو عايز اعرف حدود كل واحد او لها حرية هاناها تعمل كده عايز افهم مفهوم الحرية ايه كيس هي بتقف الام هنا يعني هو الحقيقة الاولاد لما بيعملوا كده بيعذبوا الام عذاب شديد جدا لان هي يعني بتكون مقسومة نصين هي نصف حياه ايه ما بين اممتي ايه ما بين رغبتي كأنسة نفسي يكون زوجة عايزة اعيش مع انسان احبه ويحبني بس في نفس الوقت لو انا جاوزت هخسر ولادي فدول الاولاد بيعذبوا الام بيبقى بتنهاء شديد جدا علش الدكتور بستأذنك في التليفون فضالي اهد فضالي علوه اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم امم فضالي حريبتي اهد فضالي بس انا مش عارفة ده بخصوص الحلقة ولا لأ بس انا عندي بنتي هي مخطوبة اه وحسن ان هي طبعها في عند شوية يعني انا دية شوية وهي خطبها يعني عايز يقول لها الكلمة تسمع مفيش جدال مفيش كلام وانا مش عارفة اعملت معاقي يعني حسن هي دماغها نشفة فهل في طريقة ان انا انا او اسلوب اقدر اكلمها بيه او او حاجتك تقترح علي معاملا اللي هي لان تاني مرة تتخطب والموضوع يفشل بسبب الموضوع جا برضه فانا مش عارفة اعمل ايه طيب طيب حابة سريعا حاجة طيب حاببتي اسمع الاجابة بالتلفزيون شكرا للاتصال طيب انا برضه برر موضوع الحلقة برر موضوع الحلقة من الاسف بس انا هجاوب اجابة سريعة اول حاجة بس عايزين نفهمها ان ما فيش حاجة اسمها خطيب ليه حكم على خطبته عشان بس ايه الدنيا تضبط صح وانا معلاش زي ما قلتلك قبل كده انا بحبش اسمع المواضيع من جهة واحدة لان ممكن دي تكون نظرة الام لان الام زوجة صالحة بتطيع زوجها فهي عايزة لبنتي كده بس ده خطبها حضرتك مش زوجها صحيح فيش حاجة اسمها يقول لها رايحة يعني فيه ناس كده عندهم عدات الخطبها يقول لها قبل ما تخرج يعرفيني ويتبقى اخناق اساسا لما هو كده في الخطبه يعملي في زي هنا بقى نقف عند حتة ونرجع لموضوعنا اللي هي الحقوق والحرية ايوة انا لو ماشي مظبوط والراجل حتى ده اللي خطيبي ده عارف ان انا لما بعمل كده وبقول له ان انا راح النهاردة كزا ده ودي مني وتفضل مني وتفضل وليس حق صحيح هيبقى هو عنده زوق واخلاق معي صحيح تمام ايه بالنسبة بس لللي تصلت مش عارفة اسمها معلش ام مؤمن ام مؤمن ياريت حضرتك بس ترجعي بس في حلقة الخطبة والحاجات دي كلها عشان تشوفي البنت من حقه ولا لا يعني ممكن تكون نظرات البنت صح ايوة حلقة اختيار شريك الحياة اه اختيار شريك اه يعني هي النهاردة ايش فيها على ويتيوب هتنولك حاجات دي يعني مع ذرة نسامحين يعني ممكن تكون الأمة متصورة ان البنت عنيدة وبتتهمها بالعند لأن دي في علاقتها بيها ايوة ويكون ده مش يكون دي مش مش صورة حقيقية مش صورة حقيقية لأن احنا كاسعاد بنبقى متعسفين على أولادنا ايوة شوية يعني برضو في سنة المراحقة بيقوا متعبين شويتين بنوعد نقولها انتي بتعندي وكذا وكذا مش بنقصد شيء بس ده مفهمنا لكن ممكن بعد كده بتعدي السنة ده تلاقيها هديئة وجميلة وموضوع مش كده خالص او تعدي المرحلة دي ايوة 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 مبني على الموضي بتاعها مع البنت ولا مبني على حقيقة الموقف ده ايوة وانا ده فعلا هي شايفة صحة ولا غلط طيب نرجع بس لموضوعنا تاني بالنسبة بالحرية افهم يعني اعرف موضوع الحرية الحرية ايوة ايوة بصتي انا كتبت كلمة في جهنيات بتاعتي اشاند رأيكو كنت عايزة اوصل للناس الحرية دي جهنيات ايوة انا عندي جهنيات دي كلماتي يعني اي يعني دي حاجة على اليوتيوب ولا كتب على موقعي وعلى الفيس وعلى صفحاتي وعلى كل حاجة بضفها كل فترة بس انا انشغلت ببرنامج الشهوردة ما عملتش اي حاجة بس تلقى دي موجود يعني تمام فقلت الحرية قيد مفاتيحه بيدك قيد مفاتيحه ايه بيدك مفاتيحه بيدك اه يعني انا النهاردة مقيدة مش حرة يعني العصفور مش حر يعني يلا يروح مطرح ما هو رايح هو هتلاقيه مقيد بالسرب بتاعه مينفعش عيش لوحده صح هو لو سابل سرب بتاعه طار لوحده ما اسمهش حر ما اسمهش حر اسمه ضاع اسمه ضاع برافا عليك ايه اذا انا عايشة في مجتمع هريتي مقيدة بهذا المجتمع وبالدين رقم واحد طيب يعني ايه بالدين الدين ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني الدك اللي اختاره صحيح بالاخر حسبك بقى جنة ونار دي قضية اخرى لكن في الدنيا هو الدك اللي اختارت اللي يختاري الايمان او الكفر لكن لو اختارت الايمان فاصبحت مقيدة بدوابط الايمان ايه لانك انت اختارت تكوني عبدا لله يبقى انت حضرتك لو عندك عبد لو رجعنا لأيام العبيد لو عندك موظف ينفع يعمل حاجة بدون اذنك انا مديرة بحد بيقوله اعمل كذا وكذا وكذا ينفع حد يقولي لا انا اسف بصراحة انا شايف ان انت ما تعملش كذا كذا في شغلك ده شغلي صح صحيح قبلك العبد كان اصعب زمان العبد كلمة عبد يعني كان مالوش كلمة اصلا يعني حتى مالوش رأي اساسا فانت اختارت تكوني عبدا لله من عباد الله يبقى مالكيش كلمة بعد الله مرجعك هو ربنا سبحانه وتعالى صحيح يبقى انا هنا حريتي مقيدة بس المفتاح في ايدي في ايدي عشان انا اللي بقدر افتح واخرج واروح واجي بس انا براعي كل شيء براعي الشرع براعي الناس اللي حوالي براعي البيئة والمجتمع والعادات والتقاليد لانه انا مش هينفع النهاردة ان انا اخرج من المجتمع بتاعي مثلا يعني واحدة عايش في امريكا واحدة عايشت في امريكا عندها انها تصاحب شباب عادي او انها تعمل تلبس لبس معين عادي او كذا او كذا لو جات لبس اللبس ده وهي مثلا من ريف او من عايشة في حتة منغلقة وليهم لبس معين وليهم سمت وعادات وتقاليد معينة هي هتبوز الدنيا هتفسدها تماما صحيح وهتبقى بالنسبة لهم شردت عن الطريق صح صحيح يبقى انا هنا لازم اراعي كل الضوابط دي قصدك ان الحرية برضو لها حدود توقف عندها لها حدود بس الفرق انك حرة بأيديك يعني ايه بأيدك يعني بمزاكك انا اللي بحط حدودي او محدش جابرني انا مش مسجونة لا ما هيك معهو الحرية عكسه السجن السجن معناه ان حضرتك سجناني حتى في الستوديو ده وانا مش عارفة افتح الباب واخرق لكن لو انا اعضى براحتي واقدر دلوقتي حالا اقوم وامشي بس انا اعضى لازم اكمل الحلقة صحيح فانا بكمل بحرية مش بكمل وانا مجبرة على الاستكمال تمام فهمتش قصدي في بفهم الحرية ايه فالفكرة بقى هنا حريتك تقف هنا فين عندي عند حدود الاخرين عند حدود الاخرين صحيح وحرية الاخرين تقف عند حدود ايه فاكرة لازم نبص في كل التجاهات والكلام ده كله الناس مفاقينش كده يعني كل واحد يعرف حدوده ويرجع اموره لربنا كده هيوصل لاحسن نتيجة بالزبط طيب طب انا عايزة اوصل برضو لحاجة تانية هو انا لو مش عارفة اعمل التوازن ده اعملو ازاي حلو ايه هي بقى فكرة التوازن ده عشان اوصل له فكرة ما كنت بقولك تاني ان انا عقلي بحتة وقلبي بحتة النمط العاطفي اللي هو عاطفة 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 ما بيفصلش ده خالص ده بيقدم اوي وزي ما انت قلت بيجي على نفسه اوي 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 فوق ما تتخيل وفعلا بحس اللي بيقدم كثير بين قلب لضده كأنه ما بيقدمش حاجة ايه يعني دي من اقولك اللي بيزيد عن حده بين قلب لضده تمام فالنهارده حضرتك لما عمله يقدم عرفتي بقى لما كنت بقولك يا عملة ترضي امها وجوزها وابنها واخوها وكذا الاخر كله بيقول عليها مقصرة ليه بقى عشان هي عملة شغلة بجنب ولغت عقلها اللي احنا كنا برضو بنقول حتي قلبك فعالك وحتي قلبك فعالك كنا بنقولها في الصدمات العاطفية والحب والجواز والكلام ده لأ في المعاملات كمان طب قوليلي عليك أو حل ما انا هقول لحضرتك انا النهارده اختي الطلبة طلب تمام مش هقولك امك بقى لشان انتي بتزعالي لما نجي نقول امك وزوجة هندخل في قصة جير اختي لطلبة طلب واختي انتي هنا بيتقي في في موقف صعب لانك مش قادرة من البداية اصلا انتي مش ماشي على نظام الحدود اللي هو فكرة ان لازم نستأذن ازاي اختي تستأذن ده الجارة ممكن تخبط وتخش عادي يعني فيش مشاكل لا صح الاستئذان ده حاجة قوية صح طبعا طيب فاللي بيحصل هنا ان انتي مش عايزة تحرجي حتى الجارة وزوجك بقاعد مخنوق وبيتك مقلوب وعشان انتي كسافتي تقولي لا يدي لكم انا بالقول نتعلم نقول لا ايو كسافتي تقولي لا هنا لازم تقف مع نفسك ان الزوج رقم واحد ان انا بيتي ولادي رقم واحد ان انا حقاتي عندي محضرة رقم واحد عندي شغل رقم واحد عندي متحان رقم واحد عندي اولويات لازم اأسسها وبعد كده ببتدي اعمل ايه لما حد يكلمني هشوف حضراتك والله انا مش فاضي او ممكن تجيدي مستعكزة لاستعكزة هادي جدا طب نقف عند الاولويات هشوف حاجة رجع لها تاني ناخد بس ومكلمة اهلا وسهلا استاذة ايبال سلام عليكم عليكم سلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا الحمد لله اهلا وسهلا خضالي سؤالي ماشا اه هو سؤالين بس صغيرين خالص يعني شخضالي حادي ماشا السؤال الاول انا انا متقصرش بتجارب الاخرين وانه مثلا بتقصر بتجارب الاخرين ممكن تحصل معي اي بتتأثري بتجارب الاخرين صحي كده لا ازاي ان انا متقصرش بتجارب الاخرين اه يعني هيت تتأثر اه تمام مش شارب اللي حصل معهم يحصل معي صح صح طبعي بالحاجة التانية معلش بس انا معي اختة لها ثلاث بنات فيهم اتنين يعني هما بيحبوا بعض خالص واختي دي عندها حوالي 40 سنة وكده هي حنونة خالص بتحبهم وارملة يعني بس البنات يعني فيهم قصوة شديدة يعني صراحة فيهم قصوة قصوة على والدتهم يعني اصدق؟ اه صراحة اه شداد خالص لما نقعد مع بعض بيحبوا بعض خالص وشسينهم تبه بيت امر واول يقعد يعني تتكلم على امهم كده وهي حنونة خالص عليهم صراحة انا خاليتهم احبتهم بس ثلاثة مش عاجبني اللي بيحصل مش عايزين ايه؟ مش عاجبني اللي بيحصل مش عاجبني اللي بيحصل بس انا ما معرفش الموضوع السؤال التاني ده انا مش عارف مش عارف هفيدك فيه دلوقتي يعني في المكالمة لانه وده لي ابعاد كتير اكيد لانه انا يعني الفطرة لما تتكسر ان الاولاد يكرهوا الامة او يحصل يبقى فيه خلل خطير جدا لانه دي فطرة يعني ده كسرنا الفطرة يبقى الامة عملت حاجات كتير قوي عشان نزبط نفسيتهم هم محتاجين علاج نفسي علاج نفسي ومحتاجين ان احنا نعمل لهم عملية تصحيح مفاهيم وعملية زبط ربما تكون الامة دي اسائت اليهم بدون قصد شكرا لاتصالي بحياتي ربما الامة اسائت اليهم وظلمتهم بدون قصد وبجهل فمحتاجة الامة تتزبط ومحتاجة هم يتزبطوا ويفهموا القصة بالزبط عشان نعيد الدنيا دي كلها وطبعا جزالله خيرا على شعارها طيب بس ده محتاج يعني حاجات كتير حاجات كتير مش هينفع حقيقة تجاوب عليه لا لا الموضوع ليه كذا جانب كتير طب بنزل السؤال الاوليني اللي هو بتتأثر بالاخرين مش عايز تتأثر بالاخرين اه ده ده حلو قوي ومهم جدا 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 لانه هو يعتبر واخد جزء من حلقتنا وهياخد جزء كمان من حلقة الوهم المريح اه الحلقة الجاية ان شاء الله اه ان شاء الله اللي هو فكرة ان انا ازاي عندي تصرفاتي او مثلا مثلا جايلي عريس مثلا بمواصفات فانا عندي صاحبتي جالها نفس المواصفات فابتدي اقول لا عشان جرالها كذا وكذا اه دي مشكلة خطيرة جدا طب انا هختمها بس او هرد عليها بحاجة واحدة تخليك تزبوتي ازاي ما تتأثريش بالاخرين التجربة التجربة دي عبارة عن حاجة تحتمل او عملية بالتم تحتمل النجاح او الفشل صح ولا غلط حسب بقى مواصف يعني ظروف كل واح حلوة اذا اذا تغيرت اي عنصر اي عنصر تغير اي عنصر من عناصر التجربة يغير النتيجة النتيجة هتغير ايه فحضرتك لما تكوني اللي اتنين اللي تجوز يعني حتى لو انت تجوزت جوز واحدة تانية مجرد ان انت تغيرتي ساعات بيبقى معاك غير معاها ايه دي حاية بل الراجل متجوز بز اتنين بيبقى معاها دي غير دي ايه ويقولوا عليه ده بلافته ولفته ولا بلافت ولا عملت اللي حصل توافق مع دي ايه فانبسط معاها ارتاح معاها بقى واحد هيادي جدا مع التانية بقى شخصتين بقى شخصتين ايه فحضرتك اقولي نفسك التجربة اللي انت دخل عليها دي فيها عنصر متغير اللي هو حضرتك يعني غير عنصر جرتك او صحبتك او قريبتك ما تقرنش نفسي بحد فما تقرنش نفسك بحد وخلي بالك ان لو تلاحظي هي نفس اللي تكلمت على موضوع الاختها موضوع المقارنة واضح انه هو مجروس في العيلة قصدك ان ده عامل ومشكلة بين البناء المختين طبعا يعني هو واضح انه هو فيه غرز في العيلة اصلا من الجدة او من الاجداد ناشئ فكرة ان احنا عمالين بنقارن وبقارن بالاخرين وبشوف الاخرين وتجربته فبتأثر بيها وكذا وكذا اه طبعا فلما تربت بكده حضرتك نوعا ما زبطت الدنيا واختك ما زبطتهاش مع ولادها فربتهم بالمقارنة فالمقارنة لو تفتكري في الحلقة اللي تكلمنا فيها عن موضوع ده قولنا المقارنة تخلق عداوة الاخوات ولا اعتبوز الاثنين كمان انا ببوز الاثنين وتنفخ واحد اه صحي لا وتخلق العداوة وتخلق العداوة العداوة لازم ان انت خلاص انت خلتيني مش قادرة احب النجاح يا اخوي انت عمارة تقوليه شوف اهوك بينجح شوف اهوك بينجح شوفي كذا كذا فانا عمالة مش قادرة شوفها بتنجح ده وكل ما تنجح كل ما انت بكاينك بتولع فيها نار تمام طب يلاك نطلع فاصل ونرجع تاني طب نطلع فاصل ونرجع تاني تفضل حبيب انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وصيبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهن مين دي يعني دي اسي دي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده هيوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد اختلافك سر تميزك اكسب وتعلم معنا مع مصابقة برنامج المراية هدايا قيمة للفائزين دورات تدريبية استشارات نفسية وكمان اسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد كل اللي علي جمع اجابات للتلاتين حلاء المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية معنا اختلافك سر تميزك هذه المسابقة برعاية الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد اهلا بكم مرة تانية ولسا منورنا الدكتورة جهان حسين طب يا دكتورة احنا وقفنا دلوقتي بالنسبة للحل عند الاولويات اتيدي اول حاجة عشان نحل المشكلة دي ان احنا نحدد اولوياتنا اه اول حاجة لازم احدد اولوياتي في كل حاجة اولا من حيث مكانة الاشخاص في حياتي مهمة دي جدا قوي ان انا حتى لو معي عاشر اصدقاء ابيعارفة مين اول عندي مين يعني حتى في الناس اللي هي بالنسبة لي مفروض متساوية تمام بس هم بيقوش متساوين بيبقى عندي ناس اقرب لي اقرب لي اي وده مش عيب ولا حرام ولا في مشكلة تمام لكن اللي انا هتحسب عليه قدام ربنا هي اولويات الشرعية اللي هو الولدين مثلا وطاعة الزوج وصلاة الغرفية شرع عن الزوج اول واحد في الشرع للمرأة اه للمرأة تمام المتزوجة زوجها رقم واحد للرجل لا الزوج وبعدين الاولاد الرجل امه طبعا للزوجة الزوج تمام بعد كده حطي بقى عندك الام من انت خلاص خطي تعطي الزوج خلاص بقى ابرر امي كامل انت عايزاي يعني خلاص الموضوع ده دورك مع اولادك بعد زوجها بقى الاولاد ولا الام ولا الاهل هنا دي بقى بس يا حضرتك انا النهاردة اعايز اعبر امي تمام وانا خلاص زوجي راضي يعني راضي تماما عن اني اخد امي واخدها عندي ويعيش عندها او اي حاجة من اي كلام ده كله فانا خلاص دخلة في فكرة ان انت اصبحت شرعا اه ما انتش مطالبة لانك غير مطالبة شرعا بانك انت تخدمي الام يعني حتى الام بعد الزواج يعني انت الراجل مطالب يشير الام البنت لأ طالما متزوجة لكن زوجها واقفة وهي بتود امها وبتحب امها وعايز تخدمها خلاص خير تمام لكن المسؤولين منها اكتر الاولاد لان دي بس بقية مسؤولية البيت والأسرة فدول رقم واحد وخصوصا دول الضعفاء وخصوصا لو انت ديك اخوات ممكن يشيلوا الام يعني المواضيع لها حاجات كتير وخصوصا في مرحلة من العمر كلنا بيجي الامها بيجبروا بيبقى احنا كلنا مثلا متجاوزين واحدة زوجها رافض امها واحدة تانية غير قادرة واحدة فقيرة يعني بيبقى كل واحد له ظروف لما نيجي نقول الناحية الشرعية لا الرجال هم المسؤولين عن المرأة طب لو زوجها راضي وخلاص هتبقى هي او تحط خلاص خلاص هي دي بقى الضابط بقى بتاعها اللي هو بتاع الميزان يعني عندي الميكات بتاعها ربنا ايه فقلنا رقم واحد ربنا فربنا حطها للزوج تمام فالزوج وافق لي على النمرة اتنين اللي هي نفسي او ايه او الاخرين اه تمام خلاص سبتها في حريتي انا بما انه الموضوع اصبح ايه مباح اهم نقطة بقى هنا في الختة بتاعت نصف حياة عشان دي محور الموضوع الموضوع اعمل الشيء بنفس راضيه انت عايزاه مش تعمليه عشان الاخرين مش هروح ابر امي عشان الناس هتاكل وشي يبقى انت لو خدت الاجر اعمله واحتسبه لله لا يعني لوش هستعمليه ما خلاص يعني ما نعملوش ايه نقف في حتة معينة لا يعني قصد يبقى هدفي رضا ربنا مش هدفي رضا ربنا هنا يبقى انت هتحطيه بناحية ان انت مصابرة ومحتسبة لكن هتعمليه وفي الاخر برضو انت مثلا بتؤذيها اه 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 هنا بقى قضية ان انا مدى صدقي يعني انا صدقي ايه فين صدقي مع الله سبحانه وتعالى انا النهاردة امرت بحاجات معينة اعرف الشرع امرني بايه انا الشرع امرني بحتة معينة قادر اعملها قادرة مش قادرة خلاص يعني الامر الفريضة انا لازم اعملها ايه لكن اللي مش فريضة اشوف بقى نفسي انا اشوف انا صدقي علشان مدخلش في النفاق ادخل في عملية الرياء وان انا بعمل الشيء عشان الناس هتقول يعني يعني حتى في العزة مثلا احنا نروح مثلا عزة في ناس يجي تقولك ايه حد ما يتلع هيقولوا عيب ما يصحش معقولة اهات كده اروح عشان محدش يقول طيب فين الاجر انا عايزة تعلم بس فكرة يا جماعة انا كده حتى لو روحتي ماخدش الاجر اه ما عملتش لله ما عملتش لله ما عملتش لله تصدقتي بلاش انا دلوقتي حد احرجني وقال لي اي حاجة فانا بقى قدامي الناس كده اتكسفت روحتي مطلعة خمسة جنيه مثلا يعني انا طلعتها عشان اناز مش طلعتها عشان ربنا يبقى هنا فين الاجر ما خدش الاجر فسرت الخمسة جنيه اه وبرضو مراتش الجان وعشت بس حياة وعشت بس حياة وعشت بس حياة اه والناس متصورة او بتقول لي كا متصدقة وخيرها وكذا وكذا وهي تمام برضو الوقت تجري معانا ومش هعرفين الناس البيت اللي اسئلها ومش هعرفين نعمل ايه طب ناخد بس سؤال المسابقة اه تمام اه بما اننا بقى في نصف حياة القرآن برضو ذكر الجزء ده فاذكر الآية التي تكلمت عن الذين يعيشون مترددين بين الناس فلا هم معهم ولا مع غيرهم ولا ارضوا انفسهم ولا تمتعوا بالحياة فلا تمتعوا بالحياة ولا نالوا الجنة آية موجودة في القرآن القرآن ما سبش حكا فرص لا والله معلومات جميلة شرفتين ونورتين وان شاء الله دايما تسيرين بمعلوماتك يا رب شكرا ليكم واستنى لكم بكرا ان شاء الله في نفس المعات كنت معكم اناس كامل الى اللقاء انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل مالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقت البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دور كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت اسمعت عن دكتورة جيهن مين دي عندك؟ دي اسي دي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوه انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد اختلافك سر تمييزك اشتركوا في القناة